السلام عليكم عند قراءة القرآن ستجدون سجدة إن تيسر لك السجود فسجد سجود تلاوة يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة سبحان رب الأعلى ثلاث مرات وادعوا فيه وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم أكتب لي بها عندك أجرا وامحي عني بها وزرا واجعلها لي عندك ضخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام وإن لم يتيسر لك السجود أو كنت على غير طهارة قد استحب بعض الفقهاء أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ترجمة نانسي قنقر